بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تساؤلات كثيرة حول أسرة هالدنعة أبين لكم أن أسرة هالدنعة جذورها وأساسها يرجع إلى قبيلة بني بشر قحطة الموقع مركز العسران قراء القبى وهذه الأسرة من أعيان ومن كبار بني بشر خرج عط بن دنعة وثلاثة من أبنائه منذ ما يقارن مئتين سنة ونزلوا بوادي بن حشبا على قبيلة آل بيثول وبقوا مع هذه القبيلة ووجود الأوفياء والصادقين وأصحاب الأمانة تم توقيع وثيقة لأسرة هالدنعة بدأت هذا التوقيع وهذا الإثبات للنسب من مشائخ قبيلة آل بيثول الشيخ سعيد بن محمد بن عامر رحمه الله والشيخ ناصر بن سعيد بن عامر رحمه الله وكذلك الشيخ صالح بن سعيد بن عامر الله يحفظ وتم تصديق الوثيقة من صاحب الأمانة وصاحب الخلق الرفيع وصاحب الفضل الشيخ سعيد بن تركي بن عشبب الشيخ قبائل بن بجات وكذلك تم تصديق هذه الوثيقة من مشائخ قبائل بن بجات الرجال الشهماء الأوفياء الأمناء وهذه الوثيقة تثبت نسب آل دنعة لأنهم نزلوا على قبيلة آل بيثول على شهران فبالتالي تثبت هذه الوثيقة النسب وأنه آل دنعة ذات حسب ونسب وأصل وفصل فلا غبار في نسب آل دنعة سواء في قحطان سابقا أو في شهران لاحقا والتحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته